تتراجع أعداد الوفيات والإصابات ساعة ثانية من الحر الليلة أنا محمود عبد الكريم إذن ما هي خطة الإغلاق التي ستعتمدها الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا وكيف ستتراجع الأعداد للوفيات والإصابات في أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس حتى الآن الإجابة تأتي من ذوي الإختصاص الأطباء وكذلك من أصحاب القرار السياسي حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا بدأت بالفعل لكن المخاوفات تكمن في الأيام القادمة وموسم العياد وتحسبا لما هو أسوأ أعلنت السلطات في ولايات أمريكية مختلفة إجراءات شديدة للعزل ومنع التجول في البيت الأبيض وعلى الملأ طلق نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وزوجته اللقاح وذلك ضمن حملة تطعيم شاملة في الولايات المتحدة تهدف إلى وقف تفشي كورونا الذي أودى بحياتي أكثر من ثلاثمائة ألف شخص أنا وزوجتي أخذنا اللقاح لأننا أردنا طمأنة الشعب الأمريكي بأننا لم نقم بالتراخي في هذه العملية وبفضل العمل العظيم لمعاهد الصحة وإدارة الدواء والغذاء والعاملين في هذه المجموعة السريعة يمكن للشعب الأمريكي أن يثق أن لدينا لقاح وربما لقاحين بعد ساعات نحن الآن نقوم بتوزيع ملايين الجرعات من لقاح فعال وآمن ولا تنفك أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تحطم أرقاماً قياسية في الولايات المتحدة كما يواصل عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات لارتفاع في البلاد وأعطت الولايات المتحدة ما سأل جمعة الضوء الأخضر لبدء استخدام لقاح فايزر بايونتيك ما فتح المجال أمام حملة تلقيح واسعة النطاق في كفة أنحاء البلاد بدأت الاثنين هذه الحملة التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة تستهدف في مرحلتها الأولى تحصين مقدم الرعاية الصحية الأكثر تعرضاً لقطر الإصابة بالفيروس وعددهم حوالي 21 مليون شخص ونزلاء دور رعاية المسنين وعددهم حوالي 3 ملايين شخص وتهدف حملة التحصين هذه إلى تطعيم 100 مليون شخص بحلول الربيع وكل سكان الولايات المتحدة بحلول الصيف وأوصت لجنة خبراء استشاريين أمريكيين بمنح ترخيص طارئ للقاح شركة مودرنا في خطوة تمهد طريقة أمام بدء عملية توزيع 6 ملايين جرعة من هذا اللقاح اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي عقد اجتماعاً مع حكام الولايات بهدف بحث قضية مكافحة فيروس كورونا برمتها أوضح فيه أن سلطات الولايات لم تطلق حتى الآن الدعم الكافي لكنه أكد في الوقت نفسه على أهدافه للمائة يوم الأولى من عمل إدارته على رأسها تأمين مائة مليون جرعة لقاح للمواطنين الأمريكيين زميلة رابح فلالي مراسل الحرة معي الآن من واشنطن يتابع الإجراءات التي تتخذها العديد من الولايات لمكافحة فيروس كورونا ورابح عليك تذكر في المناظرة الشهيرة التي قال فيها جو بايدن الرئيس المنتخب أن الشتاء سيكون قاتم دارك وينتر بالفعل محمود لا يمكن أن يكون أكثر قسوة مما كان عليه الأمر خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة دعني أشير فقط للتذكير أن الأربع والعشرين ساعة الأخيرة شهدت 3784 حالة وفاة بين الأمريكيين كما شهدت تسجيل إصابة 250 ألف من الأمريكيين المستشفيات الأمريكية الآن في أغلب جهات البلاد هناك واحد من ثمانية مستشفيات على الأقل يعاني حالة عجز نسبية أو حالة عجز كاملة في استقبال المصابين لذلك هذه الحالة التي وصلت إليها الآن الإصابات في كورونا في الولايات المتحدة تشير إلى أن هذا الشتاء هو شتاء أسود متى تذكرنا مثلا محمود أن عدد الوفيات الذي تحدثنا عنه خلال الأربع والعشرين ساعة هو أكبر وبعدد ليس قليل من تلك الوفيات التي أو من أولئك الضحايا الذين كانوا في أحداث الحادي عشر من سبتمبر العام 2001 هي حالة متيرة للقلق بالنسبة للأمريكيين الخوف الآخر أن هذا موسم الأعياد في الولايات المتحدة بكل ما يتيحه سواء على مستوى التسوق الجماعي أو على مستوى التجمعات العائلية لذلك نجد سواء السلطات على المستوى الفيدرالي أو على المستوى المحلي لجأت أو عادت مرة أخرى إلى تشديد الإجراءات وفي بعض الأحيان إجراءات أكثر قساوة مما كان عليه الأمر في بداية الأزمة نهاية الشتاء الماضي وبداية الربيع الماضي واحدة من هذه الإجراءات مثلا عندما نتحدث ليس حصرا عندما نتحدث عن منطقة شمال عن منطقة واشنطن الكبرى التي تضم ولايتين ميريلاند وفرجينيا إضافة إلى العاصمة الفيدرالية واشنطن هناك عودة إلى تشديد الإجراءات مثلا الآن ولايتين ميريلاند لا تسمحان للمطاعم بالعمل بأكثر من 50% من طاقتها إضافة إلى عدم السماح بالتجمع لأكثر من عشرة أشخاص إضافة إلى حضر التجوال وبداية من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحا محمود ماذا عن مسألة توزيع اللقاح؟ وهل سمعت أي شيء من البيت الأبيض؟ رابح؟ الكثير من الأخبار الجيدة الآن بين يدي الأمريكيين الآن هناك حديث عن إجازة اللقاح الثاني موديرنا موديرنا لا يشكل ذلك التحدي الكبير بالنسبة لتخزينه ونقله على اعتبار أنه يمكن التعامل معه في درجات حرارة عادية أمر آخر هو الآن مطروك لأهل الاختصاص أنه ربما أكثر قدرة على منع تفشي الإصابة من اللقاح الأول لذلك هو رهان كبير الآن بالنسبة للأمريكيين سواء من هنا إلى نهاية العام الحالي بتوفير 20 مليون لقاح خاصة بالنسبة للفئات التي تقف في الخط الأول على أن يكون الوصول في ربع السنة الجديدة الأول إلى 80 مليون على أن يكون الطموح للإدارة الأمريكية المقبلة هو الوصول بنهاية الربيع القادم إلى نسبة 100 مليون لقاح وحينها محمود حينها يمكن أن يتحدث الأمريكيون عن خطوة أولى في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية هذا ما يتمناه الجميع رابح كلمة أخيرة جو بايدن تابعنا في الأخبار العاجلة قبل قليل الرئيس المنتخب المنتخب سيتلقى اللقاح يوم الاثنين القادم تابعنا مايك بينس تلقى اللقاح اليوم هذه إشكالية الآن تطرح في الولايات المتحدة محمود هناك 67% فقط من الأمريكيين من أبدوا استعدادا لتلقي اللقاح هناك مخاوف منتشرة لذلك هناك جهد قومي مشترك من ثلاثة رؤساء أمريكيين سابقين جورج بوش وباراك أوباما إضافة إلى بيل كلينتون والتأكيد جو بايدن الرئيس المنتخب على استعداده لتلقي اللقاح وكنا قد شاهدنا في الساعات الأولى من صباح اليوم نائب الرئيس بنس وزوجته تلقياء اللقاح كل هذا الجهد الوطني تنضم إليه شخصيات سياسية واجتماعية ووجهات اجتماعية في محاولة تأكيد على أن أخذ اللقاح هو ضرورة وهو بداية الخلاص من هذه الأزمة التي تكاد تدخل عامها الأول الآن محمود الزمير العزيز الأستاذ رابح فلالي مراسل الحرة في وسنطن شكرا سيدي والآن حول هذا الموضوع أذهب إلى السيدة سوزان هسيج الأستاذة في علم الأوبئة بجامعة طولين وكذلك الدكتور جوناثون شواتسبرغ الأستاذ الفخري في علوم اللقاحات والأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك دكتور هسيج وأنت تنضم إليه من نيو أولاينز كيف هو الوضع هناك؟ وضع الإصابات بفاروس كورونا والأفئيات مساء الخير مستعدني أن أتحدث معك اليوم نيو أولاينز لها تجربة سيئة في مارس وأبريل مع إصابات عالية وأيضا نزلاء المستشفيات بعند كبير الآن نحن نرى ارتفاع في عدد الحالات ولكن ليس بالنسبة المرتفعة التي رأيناها من قبل نأمل أن نستمر في المحافظة على بعض السيطرة على الحالات وأيضا عدد نزلاء المستشفيات كيف هو وضع المستشفيات حاليا إذا كان لديك أرقام تقريبية خاصة في وحدات العناية المركزة في منطقة نيو أولاينز عدد نزلاء المستشفيات وعدد المستشفيات لديها قدرات في العناية المركزة ولكن في أماكن أخرى من ولاية لويزيانا المستشفيات تحت ضغط كبير ووحدات العناية المركزة أيضا هناك ضغط كبير هنا في منطقة نيو أولاينز نحن على ما يرام ولكن الأمور قد تتغير بسرعة كبيرة دكتور جوناثان للأسف الشديد يبدو أن الوضع ليس كذلك في كاليفورنيا في تقرير أخير لمراسل الحرة زميل ستيفن نبيل من كاليفورنيا حاكم الولاية يقول أن كل ساعة يموت شخصان بسبب فاروس كورونا تفضل دكتور كاليفورنيا هي أكبر ولاية في الولايات المتحدة بها أربعين مليون شخص تقريبا وهي قصة ولايتين شمال الولاية وجنوب الولاية في جنوب الولاية هناك لا توجد أسرة في وحدات العنية المركزة صفر والجائحة خارج عن السيطرة في جنوب كاليفورنيا وسنرى عدد الوفيات التي هي مرتفعة بالفعل منذ أكتوبر ونوفمبر ستستمر في ديسمبر وستتسارع أيضا بعد ذلك إنها مأساة حقيقية الحاكم أرسل إلى جنوب الولاية مبردات أو ثلاجات لأن الجسد لا يمكن أن توضع في المستشفيات لأنها خارج عن العدد المسموح به وبالتالي هذا يعودنا إلى ما حدث في 1918 أيام الأنفلوندا الكبرى في شمال كاليفورنيا والتي تطم سان فرانسيسكو والسيليكون فالي وادي السيليكون وسبعة ملايين شخص تقريبا قدرات المستشفيات ووحدات العناية المركزة لا زالت كافية ولكن هذا الرقم ينخفض بشكل يومي وكما استمعنا من نيو هوليونز هناك قلق أنه إذا لم تتحسن الأمور بشكل سريع سنكون في وضع مشابه في خلال أسبوع أو أسبوعين كما هو الحال في جنوب كاليفورنيا الآن عندما تقول دكتور أن الأمر خارج عن السيطرة ما الذي تعنيه؟ ما يعنيه وأنه علينا أن نقنن من يدخل المستشفيات ومن يبقى في المستشفيات للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الحالات ليس فقط حالات كوفيد ولكن الحالات الأخرى التي تستدعي الوجود في المستشفى هذا ما يعنيه بخارج السيطرة ليس لدينا ما يكفي من منشآت العناية الصحية لرعاية من يحتاج إلى الرعاية وهذا وضع شنيع للغاية ويذكرنا بما شاهدناه في منهاتن في الربيع الماضي وهل يمكن أن نشاهد ما شاهدناه في إيطاليا أن يتم اختيار الذين لديهم القدرة أكبر على النجاة لمعالجتهم؟ لا أحد يتمنى ذلك دكتور آمل أن لا يحدث ذلك من كل قلبي ولكن الاتجاه الذي تسير فيه الأمور غير جيد نحن لازم نرى آثار السلوك غير المسؤول للناس أثناء عطلة عيد الشكر والسفر والآن نرى حفلات الأعياد وأثناء عيد الميلاد سيكون هناك تجمعات على الرغم من عدم تجمع الناس وبعد ذلك يوم عيد الميلاد والعام الجديد حفلات الأعياد أو تجمعات الأعياد لن ستؤدي لتفاقم الأمور وليس تحسنها وبالتالي لا يوجد ما يدعو للتفاؤل الآن الحاكم وأنظمة الرعاية الصحية أعطوا توجيهات إلى السكان من ناحية ما يجب أن يقوموا به للسيطرة على هذه الجائحة ولكن للأسف لا يوجد عدد كافي من الناس يستمع إلى هذه التوجيهات وأخشى أنه بحلول أعياد عيد الميلاد والسنة الجديدة كما قلت هذا سيفاقم المشكلة بشكل كبير دكتور سوزان ماذا علينا أن نفعل أكثر ماذا عليكم أنتم في القطاع الطبي أن تفعلوا أكثر خاصة وأنه الآن لدينا لقاحات نعرف أن الطلب عليها كبير جدا ولدينا أيضا علاجات لكوفيد 19 تفضلي نعم لدينا لقاحات وهذا تطور هائل ولكن هذه اللقاحات لن تساعد من أصيب بالفعل أو من هو مريض بالفعل أنها مصممة لمساعدة الناس الذين لم يتعرضوا أو لم يصابوا وتحميهم عندما يتعرضوا للمرض أو للفيروس اللقاحات فايزر وموديرنا في المستقبل تخفف التحديات التي نواجهها كقطاع رعاية صحية ولكنها لا يمكنهما أن يغير ما نحن فيه بالفعل بمعنى من أصيب بالفعل وهناك مئات الآلاف من هم مصابون بالفعل وقد يحتاجوا إلى الرعاية الصحية والآن معظم الأماكن في المتحدة قدراتها محدودة للغاية في التعامل مع هذا العب ولهذا السبب تكون الأيام القادمة الشهر أو ستة أسابيع القادمة قاتمة للغاية دكتورة ماذا عن العلاجات خاصة وإنه تابعنا قبل فترة إنه لا يتم استخدام العلاجات التي أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها للحالات الحرجة من كوفيد 19 لا يتم استخدامها بالنسبة المطلوبة فقط سيد السلاوي قال أنه 20 أو أقل من 20% يتم استخدام هذه العلاجات هل لديكم أنتم الآن هذه العلاجات التي يمكن أن تخفض نسب الوفاء بأرقام كبيرة 80% تقريباً لقد قمنا بتحسين قدرتنا على علاج المواطنين المتأثرين بفيروس الكورونا من خلال تغيير طريقة تقديم الإكسجين إليهم والتنفس وهناك دواء ريمديسيفير والأجسام المضادة وأيضاً علاج البلازما هي محدودة في كمياتها بشكل كبير وغير متاحة لكل شخص قد يحتاج إليها العلاج الخاص بالاستيرويد هو متاح بشكل أكبر ولكن هو يفيد فقط في عدد محدود من المرضى الأدوات العلاجية المتاحة غير كافية لتخفيف الضرر المرضي الموجود لكل المرضى فهذا وضع به كثير من التحديات لأن الأفراد المرضى يمكن أن يبقوا في المستشفيات في فترة كبيرة أو طويلة وهم يتطلبون رعاية صحية كثيفة للغاية هذا هو التحدي الثاني الذي نواجهه هنا في الولايات المتحدة لا يوجد لدينا أطقم رعاية صحية كافية للاستمرار في تقديم هذا الجهد بفترات متباعدة وطويلة وبالتأكيد دكتور سوزان كل هذه الجهود مقدرة القطاع الطبي في البلايات المتحدة الأمريكية وكل دول العالم منذ بداية هذه الجائحة وهو تحت ضغط كبير دكتور جوناثان في كلمة أخيرة هناك ضوء في آخر النفق مع وصول اللقاحات هل ترى أن الطريق لا يزال طويل حتى ذلك الضوء؟ وماذا علينا أن نفعل أكثر؟ ما هي النصائح التي توجهها لسادة المشاهدين؟ بالطبع هناك ضوء في نهاية النفق وربما هو ليس قريب كما ذكر الرئيس ترامب ولكن في المستقبل والمستقبل سيكون في الربيع أحد المشاكل هي برودة الجو التي جعلت الناس تدخل في الأماكن المغلقة وهذا أمر مثالي لانتشار الفيروس وهذا سيستمر في الولايات المتحدة حتى ربما مارس القادم وفي ذلك الوقت يمكن الناس أن يخرجوا قليلا وعدد محدود من الناس تم تلقيحهم هذا العام اللقاح سيكون متوفر بعداد كبيرة في يناير وفبراير ومارس القادمين وفي لحظة ما في الربيع سيكون هناك عدد كبير من الناس تم تلقيحهم بحيث يكون لذلك تأثير وتحسين في الأحوال العامة مع تزايد عدد من يتم تلقيحهم وأشعر بالتفاعل بأنه من يتلك في الوضع الراهن عندما يرى الآخرون يتم تلقيحهم ولا يصابوا بالفيروس ولا يوجد أعراض جنبية كبيرة سيبدأوا في الوقوف الطابور لأخذ اللقاح وبالتالي سنرى المزيد من الناس يتم تطعيفهم في المستقبل القريب فهناك توجه إيجابي في حلول مارس القادم وأبريل ومارس ويونيو القادم في الصيف أعتقد أن الأمور ستكون أفضل كثيرا سنرتدي الكمامات والتباع الاجتماعية لفترة طويلة ولكن نرى هذه الأرقام المخيفة من الوفيات أكثر من 3000 شخص كل يوم في الولايات المتحدة يموتون من هذا الفيروس أنا أشكرك جزيلا الدكتور جوناثان شواتسبرغ وأيضا الشكر الموصولي للدكتور سوزان حاسيج شكرا لكم